طريقة حل اختبار الإنكليش بالسهولة أعطي لأبل نظرات تبين إنك واثق من نفسك أبدأي بالحل يا ربي طيب بيش احل احل أنا ما ذكرت ولا شي ولا أعرف حل لا تفكري كثير وأبدأي حقراء بقراء قال لي عمي يعدي العشرة وحدين تاتا أربا خمسة ستسرة ثلاثة ثمانة عشرة مممممممممممم قلبي رتحت لذا السؤال اللي بعده خير الأمور أوسطها بس ما فيها وسط هذه اثنين في النور خليك ذكية أوكي جبتها طيب علميني كيف بسوي السؤال هذا فينه كتابة أنصخ السؤال عيدي مرة واثنين وثلاثة كل ما عدتي أكثر كل ما خدت الدرجة الأعلى خلصتي مبروك عليك الرسوم تستاهلي ما حتقلك تذاكري